سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاكم يا شباب وعاليني. يا رب تكونوا خير. معكم زميلكم محمود عبدالنعيم في القتال ده. والنهار ده ان شاء الله نشرح التوريه للتلت بعنوان اوكيلر فارماكولوجي. قبل ما نفذأ متنسوش طبعا تدعو لاخباتكم وزمائلكم اللي توفهم الله ربنا ارحمهم ويغفر لهم واجه على المثابة من الجنة يا رب. ويصبر اهلهم ويلحق نبيهم على خير. وما تنسوش طبعا اخباتكم في فلسطين وسوريا والسودان. ربنا نصرهم ويثابت اقدامهم ويجعل الناس حالي فيهم ويصبرهم على البلاء اللي هم فيه. ونقول دعا المذاكرة. الله مين يسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملابات المقربين. الله مجعل القلسة نتنى عمرتنا بذكرك وكل وبنى بخشاتك واسرة ورنى بتاعتك. انك على كل جانب قدير وحسن الله ونعمل وكيل ونصلى على النبي شباب ونسمى الله ونبدأ. في الاول كده والتيوتوريال ده اول مرة تشرح اللي دفعتكم. وشرحين في كمية اه في اناتوم يعني هم مهمين جدا بس تكلفته في الفيديو الشرح الاساسي. فانا فانا هشرحهم بحيث ان احنا نفهم كل حاجة ونفهم التفصيلة بتاعت الفورما نفسها. ونفهم كل حاجة والدنيا ماشية ازاي. اول حاجة نبدأ بالاناتوم بتاع الاي. اناتوم بتاع الاي بتكون من تلاتة اول حاجة وهي وهي الكرويد والايرس والسليا تمام. وهي اولا وده شكلها شكلها من حال من ايه? بص يا معالي من جوه اللي كامنس بتاعة اللي هي عادسة عادسة العين اهي تمام وفيه شوية ويقسموا العين له وهو وهاو بتكتفيش بكده. الايرس اللي هي حدقة العين. بتقسم ده تمام. ده كده بالنسبة لي كشكلها كده. كشكل. نخش بقى جوه. اول حاجة نبدأ بالاوتر بورتيكتف لاير. واوتر بورتيكتف لاير وهي والكونجاكتايفة والكونجاكتايفة. بتحمي وبتحمي العين ككل. بتحميها من بتحميها من الاصابات مثلا وبتحميها وبمسؤولة عن افراز والتيرس. وعندك اللي هو السكليرة. السكليرة مسؤولة عن ايه? مسؤولة عن ان هي بتحمي الايبول كرة العين نفسها بتحميها برضو من الاصابة. ليه? لان انت عندك سكليرة جاية من حاجة صلبة. يبقى تصلب زي اثر سكليروزز تصلب الشرايين. تمام? ده كده بنسبة ليه? السكليرة. تاني حاجة عندك اللي هو وهي كورويد ايرس. بص يا معنى. نبدأ بالايرس. الايرس هي عبارة عن سيركيلر ديسك. ديسك كده مدور ورفاية. تمام? في النص اللي هي بقبه العين. تمام? الايرس اللي هي حلقة العين في النص اللي هو بقبه العين. الايرس مسؤولة عن ايه? عندها عضلت في عضلتين مهمين جدا. اسمهم كونستريكتور بيوبيلي مصل وإيه بيوبيلي مصل. هشرحلك بالظبط هما بيعملوا ايه? بص يا سيدي. من ايه? انت جاية من ايه? انت فرد دخلت على مكان مدور جدا. انت اول حاجة حرفان بتشوف كمية ضوء عالية قوي قوي قوي. مع الوقت بتتعود عليها. ازاي? حدا يتعينك كده يا بتضياء. انت متعرض لكمية ضوء عالي. فهل انت في ضوء زيادة داخل عينك ممكن يضر عينك. فانت في الاخر فيها بتعمل ايه? بتضياء كده بتلف كده بتلف كده وتضياء تضياء حدا يتلعين. لغاية ما تبقى ضياء كده. تمام? فعشان في الاخر ما يخشش او ضوء زيادة يسبب لك مشاكل في العين. تمام? ده بالنسبة لي بيبقى بايه? بالبارة عبر ايه? اللي هو الاوكليار عبر اللي هو الاوكليوموتور نيرف. تمام? تاني حاجة وهي сто على العكس والنقيد اللي هو يبقى يبقى اللي هو مكان معكم انت بتخش مكان مدلف ما بتشوفش اي حاج خالص مع الوقت انت بتبدأ تشوف تبدأ تشوف اكتر واكتر مع الوقت ليه؟ لانت عندك ريدي المصل بطوء بص بتشد البيوبل كده. تشدها كده ، تشدها كده ، تشدها كده شدها كده ، تشدها كده وهكذا. ده لغاية ما توسع. لغاية ما اطلقت اي ضوء كده داخل في وانت داخل في مكان ضلم. بطلقت اي ضوء عشان تعرف تشوف كويس. ده كده من نسبة ليه شوية اللي هم موجودين. تمام. نيجي ايه تاني? عندنا ايه? عندنا السيلياري بادي. بصوا بيتكون من سيلياري مصل وسيلياري بروسس. السيلياري بروسس. وانا هفهمك الموضوع ده بالتفصيل. بس هو بتتكون من بتتكون من ايه? بتكون من اللي هوا اللي هي مسؤولة عن الابيض وسوى. والكونوس مسؤولة عن اللي هو الالوان. يبقى مسؤول عن ابيض وسو دول الالوان. تمام. ده كده بالنسبة لشكلهم الى شكلهم. نقرا بقى الكلام ونشوف الدنيا. بص يا سيدي بيقول لك ان الاي دي بتتكون من تلاتة ايه. اه. اه. تمام. اللينس والزيني على الليجامنت بتقسم بقى عندك اللي هو الاي. اللي هو بتحتوى على الاكوس. و تحتوى على الفترس. تمام. الانتيريور كافتي. الانتيريور كافتي بيتقسم تاني بالايرس لانتيريور وبستيريور. الاوتر بيتكون من ايه? كورنيا وسكليرا. الكونشاكتايفا بيقول لك ان هو بيكبر اللي هو بتاع بتاع الانتيريور بتاعها. وبيعمل ايه? بيعمل ايه تاني? بيقولت لك ان هو عشان يحميها وعشان ينزل متىيرس والميوكس اللي بيخرج من العيد. تمام. نتحدثل ان نتكلم مع موضوع السنسوري بتاعة اللي هو هو ايه? بتاع كوردنيا والكونشاكتايفا. والسكليرا مسؤول عنيه? من اللي هو العصب الخامس تمام. وركزه في الانقاعات كويس. تمام. تاني حاجة وهو اللي هو بيتكون من ايه? سيلياري بادي وكرويد. الايرس بقى قلت لك ان هو حاجة اسمها بيوبل اسمها بيوبل. الايرس دي بتخش او اسمها سفنكتر جاية من اللوع سفنكتر يعني ممر او بدايق بدايق. بتاعتها بتبقى بتبقى بشكل زي ما قلت لك سبلايت بالبعرة سيمباسيتيك فايبرز من الاكل اوكليوموتور نيرف بتاع المصل ده بيعمل او حاجة اسمها مايوزيس. تمام. وعندك اللي هو بيوبيلي مصل بيبقى يعني كده بره اللي مسؤولة ان هي تبسع حدا ترعين بيبقى بقى انا قلت لك التبعات بارة سيمباسيتيك. ده سيمباسيتيك. تمام. عبر اللي هو السلياري نيرف. مالوش اي علاقة بالنيرفات اللي همها الاتناشة. تمام. بتاع المصل ده بيعمل او حاجة اسمها. الاتنين ببقى. يعني الاتنين يعني في توازن وتكافأ مع بعض. تمام. البارة سيمباسيتيك بتاع ليه? تمام. عندك اللي هو البارة سيمباسيتيك بتاع اللي هو بتاع يعني عارف اللي هو الاتنين بيروحوا يجوا يعرف اللي هو عشان يحصل توازن وتكافق ما بينه. يعني اه عشان مسلا ما واحد ما يبقاش هو ليه السطوة وليه الكلمة على التاني. تمام. بيبقى بص. والايرس بتبقى بتاعه. تمام? الايرس بتبقى بتاعه. واللينس وراها. فبالتالي بقى برده بس بتاع الايرس. تمام? بتتكون من زي ايه? زي اللي هو بيبلي مصل. بتكون حاجة اسمها واوضحها لك بالتفصيل في اللي احنا بنتكلم عنها. تمام. حاجة اسمها بتتكون من بتاع مسؤول عنها اللي هو الروتز والكنز الروتز ابيض والكنز اللي هي الالوان. تمام? عندك اللي هو بتاعت عبر ايه? عبر اللي هو الاوبتك نيرف. الاوبتك نيرف. تمام? الاوبتك نيرف بيدي اوريجينيت في الريتنا. واتنين الاوبتك نيرف بيدي كاسيت وبعدها بتاعتهم بتروح عبر الاوبتك راكت. تمام كده? دي كده حاجة زي مقدمات قد من كده على السريع. تمام? او يعني آآ لسه هنخش برضه بجوء نتكلم حاجة كمان بسيطة. تمام. الريديال البص يا سيدي الريسيبتور بتاع الفا وان. عندك اللي هو السفنكتر او اللي هو الريسيبتور بتاع مسكا رينك تلاتة. والسيليار يمصل مسكا رينك تلاتة وبيتا تو. تمام? والسيليار بادي اكوليبرا بيتا وبيتا تو. يعني ما تركزوش او في الموضوع ده ما تركزوش في التفاصيل او يعني. تمام? ما يخلش بقى على الفورميشن والسيكريشن بتاع الاكوس والاكوس والاكوس. تمام? بص يا سيدي. بيقول لك ان الان اتكلمت معاك في اللقاء ان في اكوس. انا قلت في وسط الكلام من في اكوس. يعني ايه اكوس? في اكوس بص بي موجود في اللي هو بتاع الاكوس ده السائل ده هو اللي بيحدد بتاع العين. اللي هو ضغط العين نفسه. بيبقى بتاع الاكوس. عشان يحافظ على الاكوس. تمام? النوربا رينش بتاعه بيكون من كم? من خمستاشر لاتين وعشرين مليمتر زبق. تمام? بيقول لك ان الاريت بتاع الفورميشن لازم يكون اد you بتاع الدرينة. بحيث انا مسلا اعمالها. فورميشن 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 والدرينة ولاية. فبنتالي كمية الاكوس بتزيد. كمية لو اكوس هتزيد هتزيد هتزيد. فبنتالي وتارو كليور بشرا ويسبب لح جولا كومة. فانا لازم يكون اد الفورميشن عشان يعني يحصل بلنس ويحصل تكافؤ معه. يبقى لازم يكون المساوي لل filterي بيبقى بالسيلياري بروسس. بص هيقول لك بقى على حاجة واوضح لك بقى كلاسمة بالتفصيل. بص يا معل. انت عندك اهي. وبالتحديد اللي هي البروس دي. بتودي على فين? انا قلت لك ان هو موجود في بيروح بقى في بيعدي يعدي يعدي. بعدها بيعدي يروح ناحية تانية بقى للأنتيري رتشمبر. اول ما يروح اللي بيحصل. بيعدي على حاجة كده اسمها او فونتانا. تمام? اللي هي الدورية اللي حوالين الكنال. الحاجة اللي هي الدورية دي هي مخرمة. فيها بورس. فيها بورس. تمام. سانية واحدة. اهي. بتخرم ايه. بتخرم. من خلال التخليمات دي والحاجات المخرمة دي. بيعدي اللي هو بيعدي الاكوة وبيروح على حاجة اسمها كناية. هل السيلياري بروسس او السيلياري او يكتفل كده? لا. هو مسؤول عن بتاعها. ليه? لان انت عندك حاجة اسمها بتشد الكناله فبالتالي بتشد الكناله فبتفتح القناة فبالتالي يكمل ويعدي يعدي 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 يعني عبر حاجة اسمها وبعدها وبعدها بتاعه. تمام? نشوف فاقي الكلام تاني. بص يا تيدي عندك اللي هو ان الاكوة ببس كده بيروح على بعدها بيعدي عبر لغاية تماما. بيقول لك بقى عندك ان هو الحاجة اللي بتضوء الدورية اللي حوالين حاجة اسمها ترابيكولر مشورد. اسمها ترابيكولر مشورد. عبر البورز دي يعدي الاكوة وبيبقى بفلتر يعني بيتفلتر عبر البورز دي عشان يتنقى وما يبقاش يعني ما يبقاش فيه شوايا بقى ويكده ويروح للكنالة دي موجودة في من او بالتحديد عندك اللي هو اللي هو في الفاصل ما بين اللي هو الاكوة لأ هو مسؤول عن بتاعه عشان بتاع اللونجتودنال ماسل فايبرز. انا كلمتك في الريديال وكلمتك في سيركلر. هنا بقى بتعمل ايه? بتعمل بتاعمل 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 انا بتشدها فبالتالي يفتح الكنال وبالتالي يسهل وعبر ان اللي هو الكنال بيعدي بقى على الاكوة والاكوة بعدها بيروح على طب ايه اللي بقى الحاجات المؤسرة على ايه العوامل اللي اتأثر على اول حاجة حالة بيقول لك ان بيعمل ايه? بص انا اقول لك على سبيل المسال ان انت عندك هنا او عندك اللي هو او حواليها وعندك هنا مسلا على سبيل المسال انت وسعت فبالتالي خليتها هنا يعرف اللي هو انت مسلا عندك اللي هو هي كده كده انت بعدت كده بعدتها هنا وودتها هنا تمام انت وسعت الايرس فبالتالي هي رخمت على البسج بتاع الاكوة فبالتالي هتسد فبالتالي هيعمل ايه? هيقلل تاعة الاكوة فبالتالي بيقلل تاعة الاكوة فبالتالي بيزود تمام? على عكس بقى اللي هو بيعمل ايه? بيديق المسافات. يعني هو كده ديقها هنا كده بقى ديقها بص دي هو طيارة. فبالتالي بيبقى اسهل واسهل 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 واسهل. تمام? بيبقى بالتالي ان بيقلل وبيزود بتاع الاكوة. تمام? ده بالنسبة ليه حالة حالة دى الزيلياري بادي السيلياري بادي انا قلتلك في ضمن الميكانيزم ان ال контراكش مشاكى بتاع السيلياري بادي بيعمل بيشد ال第一وي بيشد ايه? بيشد ايه? بيشد اللي هو السكليليلاري سبير او اللي هو النومة فبالتالي بيفتح الكنال. فبالتالي بفاسيليتات الاكوة درينيج. انما اللي بيحصل لما بيحصل وحاجة اسمها سايكلوبليجيا وانا عرفها بالتفصيل لما بيحصل 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 لعكس بيوبليتريت الكنال فبالتالي يقلل تمام? طب ايه بقى نتكلم بقى شوعة الريفليكس اول حاجة تاني حاجة وثالث حاجة بص يا معلو هكلمك اول حاجة في وعفاهمك الدنيا بس الاول اول حاجة ان انت فكرتها ايه? فكرتها ان انت لما تكون معرض لضوء معينك وحطك حطك اشف عينك الشمال مسلا على سبيل المسال تمام? انت ايه اللي بيحصل? بتقل حدقة عينك بتديع. هل حدقة عينك الشمال بس هي اللي بتديع? لا حدقة عينك اليمين كمان بتديع. ازاي? بص يا سيدي. الموضوع كله حاجات تمام? بص اول حاجة انت عندك اللي هو اول حاجة وبيعمل ايه? بيبعت بص ويه عبر ايه? عبر الابتك نيرف. الابتك نيرف بيبعت الابتك نيرف. وبيفضل ماشي. في حاجة اسمها اوبتك تراكت اوبتك تراكت اهو. بيوصل لحاجة اسمها بري تيكتل نيوكلس. الموضوع ده اصلا كلام كله سي نيس. كلام ده حرفان موجود كله في السي نيس. تمام. فالبري تيكتل نيوكلس دي كده وصلنا خلاص. كده خلص خلصنا نرجع بقى نرجع بقى للناحية التانية. نروح بقى للناحية التانية. تمام. بقى بينتقل كده بيروح لحاجة اسمها دينجر فيستفال نيوكلس. دي موجودة جوة العين. بتعمل ايه? بتبعت بقى بتبعته عبر ايه? لغاية ما يوصل اللي هو التجمع اللي هو النيرفز. فبالتالي يمشي كده يمشي كده عبر شوية لغاية ما يوصل لعينك اليمين. وفي الاخر يعمل تمام? ناكده بالنسبة لي ان هو بيقولك ان انت لما تعرض آآ آآ للايت بتعمل كون والأزر ايه برضو. تمام. الافرنت باستوي بيتبعت من عبر الريتنا. من الريتنا للابتك نيرف بعدها وبعدها بتروح للبري تكتا نيوكلس. تمام. الافرنت بقى بينتقل من بتروح السيلياري جانجليا. بعدها لشوية سيلياري نيرفز آآ قصيرة كده. وتعمل بتاعها البيوبل. للناحية التانية. تمام? ده كتنسبة بالبيوبلاري لايت ريفليكس. تانية حاجة في عندك ايه تاني? كورنيال وكونجاكتايفر ريفليكس. نخلص منهم بس على سريع عشان ايها سهلة جدا. تمام? الكورنيال كونجاكتايفر ريفليكس بيقولك ان انت لو لمست الكورنيا او كورنيات العين او الكونجاكتايفر طبعا بتعمل ايه? بتعمل طالما واحد لمست عينك فاكد انت هتغمد عينك على طول. هي موضوع بديهي جدا. تمام? بيقولك ان طالما آآ ريفليكس يبقى فيه افرنت وايفرنت. الافرنت بقى بيبقى عبر ايه? النيرفات على طول. النيرف اللي هو تريجي من النيرف اللي هو النيرف الخامس. ويبقى اللي هو العصب السابع. تمام? ويوصل لحاجة اسمه الفشل نيرف بقى يوصل للعضلة نفسها اللي مسؤولة عن وياه اسمها هتاخدوها في الموسك بالتوصيل. مسؤولة عن بتاع في واحدة بس يعني انتو مش عليكم. تمام? نيجي بقى هو ماشي نفس زي بس فكرته ايه بقى سيدي? هو مسؤول عن بص اقول لك على حاجة. انت مسلا قدام واحد صاحبك اسمه مازل على سبيل المسال واحد اسمه مازل. واحد اسمه مازل. وقعد في وشك. هل انت مركز مع الحاجات اللي حواليه بص انت عادين على القهوة. هل انت بسس مسلا لمازل. وانت بسس لمازل? هل انت مركز على الشاشة اللي هي موجود فيها المطش? لا. هل انت اصلا مركز على القهواج اللي بيكلم الصابي بتاعه? لا. هل انت مركز على الاعداء التانية? لا انت مركز مع مايزل. فبالتالي بيحصل اللي حواليه اللي انت ببص عليه. تمام. بيتباعد برضو نفس بالزبط يعني نفس بيبقى منين? من الريتنا للابتك نيرف. للابتك ترك بعدها يوصل ليه الكورتكس. ما بيوصلش المراتي. تمام. الاختلاف ان هو ما بيوصلش بيوصل هنا للكورتكس. ما بيوصلش. تمام. ما بيبيعت ازاي? من الكورتكس برضو. بتعمل ايه? بتعمل مصل. فبالتالي اول ما اول ما بيحصل مصل هيحصل ايه? هيزود بتاعة اللينسة. يعني تحده باللينسة. تحده بالعدسة. وانت خدت في عداتي زمان ان التحدي ان انت لما مسلا عايز تشوف من قريب كويس انت تشتري ايه? عدسة محدبة. فبالتالي لما بتشتري عدسة محدبة انت بتقرب اللي هو بتعرف تشوف من قريب احسن. تشوف القريب احسن. تمام. يبقى 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 تمام? ده كده بنسبة له الحمد لله خلصنا من الموضوع كله نتكلم بقى شوية فارما. بص. اول حاجة عندنا بتأفكت بتاع البيوبل. اول حاجة اسمها ايه? في حاجة وحاجة اللي بحاجات اللي بتدايق حدقة العين. طب نتكلم تاني. نفتكري حاجة تانية. انا قلت لك ان اللي بيدايق حدقة العين ايه? تمام. يبقى ايه اللي هيشتغل على الدول? الحاجات هي اللي هتشتغل على الموضوع ده. فبالتالي هدقى حدقة العين. اول حاجة يبقى بتاعت البيوبلة بتاعت البيوبلة. عبر ايه? بص انا سكمتها في يعني عارف اللي هو سكمت الادواء دي فتسكمة كده سريعة. قلت اشترى بيت جديد. اشترى. بيت. جديد. وجاب. وجاب بيك. جاب جاب مساحة من البيك على سبيل المسال. تمام? بص يا معل. هقول لك. اسر اللي هو اسرين. اشترى بيت جديد. بيت يبقى بيت ثاني كول. يبقى بيت. بيت ثاني كول. تمام? جديد يبقى نيوستجمين. وجاب البيك. البيك اللي هو مساحة بالبيك مسلا نقول لك ازاي? بيك يبقى بي بايلوكربين ويك يبقى ايكو سايو بيت. تمام? نفتكري بقى رجل من التسكمة دي ونتكلم بقى شوية فرما شوية. تمام? احنا نشتغل بقى ببرس ما يموتك ازاي? حاجات لا. انا قلت لك يبقى اسيطايا الكولين. يبقى حاجات يعني بتبع اسيطايا الكولين يبقى زي بيستيمولية بس. ما بيشتغلش على حاجة تانية. هو شغال على على طول. ده. تمام? تاني حاجة وانتي كولين استرز. دول يا سيدة ايه? ده مسؤولة عن تكسير الاسيطايا الكولين. لكن لو بيكسر نفسه فبالتالي بيسيب الاسيطايا الكولين. فهو هو هو نفس الشغلة بس بطريقة تانية. وفيه فرق يعني هو هنا بيكسره وممكن يتكون تاني. لكن اللي هو هنا ده بيكسره ما بيتكونش تاني. تمام? يبقى زي ايه? زي الاسرين. الاسرين. بيشتغل لوكال لو انت حطته على العين نفسها. ويشتغل لو انت حطته في اي حاجة تانية. او حطته في اي حطة في جسمك تاني. تمام? وعندنا ايه تانية? عندنا بيشتغل بس. ده بالنسبة ليه اسمه ايه? عندنا حاجة تانية اسمها انا قلت لك انها زي ما انتم ما خدتم في الفرما محفز. يبقى يبقى حاجة محافزة بتستيموليت زي البايلوكاربينة. هل هنكتفي بالباراسمباسيوميميليك? لأ. يبقى نقفل برضو ممكن نقفل السيمباسيتك. عادي. ممكن نقفل السيمباسيتك. فبالتالي هنعمل دومينيشن للباراسمباسيتك. فبالتالي السيمباسيتك بلوكرز زي ايه? اللي هو الريسيبتور بتاع اللي كان بتاع الديليترو بيبل لي مصر. بدوى اسمه جوانيسيدين. وحاجة اسمها ما هو انهيبتورس هتاخدوها يعني بعدين بس ما نخش في تفاصيل قوي. وعندنا ايه تاني. عندنا سيميليشن نيرف. نيوكلس. افتكر معي اللي هو ده كان تبع بتاع اللي مصر. اللي بيعملوا اللي هو ايه? بيعمل حاجة اسمها يعني بداية اللي بتكون عاملة زي سن القلم. انت متخيل يعني يعني عارف اللي بتبقى نقطة بجد. يا حرفان انت بقى نقطة. ده كانت بالنسبة ليه الشغل او ازاي بيشتغل المايوتيكس. نخش بقى على تريت من تقول الاغراض العالجية بتاعة المايوتيكس. انا اترك حالة لما بيحصل البيوبل. فبالتالي بيقل الانترا اوكولار بريشر. وبيزيد تمام. يبقى بتعالج ايه? تعالج الجلوكومة. تعالج الجلوكومة. تمام. البيلوكربين بيستخدم كايدروب. بيعالج الاكيوت انجل كلوجر والكورونيج دي معناها اللي هو يحصل جلوكومة مرة واحدة. والكورونيج بتحصل جلوكومة مع فتراتي. يعني بكل فترة بيزيد الوضع. بيقل الوضع. بيسوق الوضع. بيسوق الوضع. تمام. وبيقول لك برضه عشان المايوزيس بيفسيليتيتر اكوز رينج. وبيفتح كنال تمام? هل بيكتفي كده? لأ. ممكن لو انت مسلا انت ممكن تعالج بالمايوتيكس. يبقى بتاع المايوتيكس. بيخش بالنقيد. تمام? طب بتاعت المايوتيكس ايه? اول حاجة. بسبب 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 انت برضو خلي بالك انت ممكن يعني فيه لينك جامد جدا ما بين عندك اللي هو الاي والنيروس. فبالتالي انت لو عملت زيادة بتاع السلياري بادي. فبالتالي انت ممكن تسمع على او تسمع على عندك. فبالتالي سببك لدي. تمام. تاني حاجة للفار فيجن. ازاي? بص انت عملت اكوميديشن. الاكميديشن ده مسؤولة عن فانت زودت فانت خلاص انت بتشوف كويس جدا. بس مش هتشوف خالص. عارف اللقاء الدنيا هتبوس خالص. تمام? ده كده بالنسبة ليه? المايوتكس. نيجي بقى ليه? المايدريتيكس. المايدريتيكس بقى على العكس يا بتعمل ايه? بتعمل دايلاتيشن للبيوبل. تنقسم الى اكتف مايدريزز وباسف مايدريزز. الاكتف مايدريزز ده بيشتغل على ايه? بيشتغل على البيوبيلي مصل. بيعمل دايلاتيشن عبر البيوبيلي مصل. تمام. فيه سلطر كده هنحتاجه كمان شوية وهو ممكن ما يتقصرش او بيقل بنقص الاوكيلر بلاد فلو. وهو اقول لك المعلومة دي احنا هنحتاجها كمان شوية. هنحتاجها كمان شوية. التك بس على الصبر معي. اللي اكتف مايدريزز انا قلت لك ان هو بيهدف ليه بيشتغل على البيوبيلي مصل. هما ايه بالضبط الاتنين? هما بقى زي زي ما انا قلت فوق بيحفز او قصدي بقى بيحفز زي ايه? زي من عيلة بيحفز بيحفز فبالتالي يحفز بيبيلي مصل. هقول لك على سبيل المثال انت مسلا انت مسلا بتجري من كلب. بتجري من حاجة كلا من خوفاك قوي. وانت بتجري انت محتاج اي اي ضوء او عارف اللي هو انت اكيد مش هتبص على الحاجات القريبة وتشوف من بعيد لا انت عايز تشوف اي حاجة. تشوف كل حاجة. عارف? فبالتالي انت حاجة تاناك بتوسع عشان تشوف اي كل حاجة. انت عايز تهرب باي طريقة. فالسيمباسيتك بيكون ضارب معك فوق. تمام? ده كده بالنسبة لي السيمباسو نيجي بقى لتاني حاجة وايه? الكوكاين. الكوكاين هو ايه? مخدر موضعي. تمام? بيسبب مايدريزيس ويه? بيعالج حاجة اسمها تمام? التهاب في فبالتالي لما بتعمل انت بتخفف الالتهاب ده والانفليميشن ده. تمام? عبر ايه? عبر النوع بيزود بتاع النور ادرينالين. النور ادرينالين من ضمن ايه اللي تسم بس وما يمتك نفس القصر. في عبر النوع بيعمل للماء. الماء برضو عارف عامزة العميل المزدوجة. وممكن يشتغل بالطريقة دي. النوع يحصل له فبالتالي يقلل بتاع النور ادرينالين. انا مسلا عندي كمية زيادة من النور ادرينالين. عايز اعمل مخزن. لأ وبيقفل المخزن ده. فبالتالي عايز يخزن منه شوية بنش عارف يخزن. فبالتالي هيفضل النور ادرينالين زيادة عندك. فبالتالي هيحصل تمام? طب نخش بقى بتاعت اول حاجة فحص قاعة العين. اللي هو انت بتوسع حلقة العين عشان تحف تشوف اللي تحتها. انت بتشوف اللي تحتها. انت عايز تكشف على الحاجات اللي تحتها. فبالتالي انت بتوسع حلقة العين وتعمل عشان تشوف اللي تحت. وما بيقصرش طبعا بيسبب وما بيحصلش زيادة في تمام? تاني حاجة بيعالج ايه? بيعالج بسبب بتاع اللي كان بيعمله الكوكاين. او اللي هو بسبب اللي هو بالتحديد اللي كان بيعمله الكوكاين لما يزيد النور ادرانالين. تمام? تالت حاجة بيعمل ايه? معناه ايه? بص ده معناه ايه? ان بتاع الهد اتضرب. ازاي? بص يا معنا. عندك ان انت عندك لما ان السمبساتيك بيتضرب بسبب ايه? سبب عندك حاجة اسمها اتضربت وحصل لها تمام? عبر ايه ممكن يكون ممكن يكون ودخل سمع فيها وضربها. وممكن حاجة اسمها حاجات بتعمل للجسم زي ايه? زي الديابيتس. والحاجات اللي هي زي دي وها كزا يا. تمام? بيقول لك ان انت في العادي ان انت لما بتدي في العين لبتدي له سمباسو اطرا سمباسو في العين هي ما بتسببش ده في العادي. بسبب ان انت عندك دموع او عندك الدموع دي بتحتوي على بتكسر السمباسو ميميتكس دي. تمام? لكن في حالة لما بتدي لما بتدي في العين لا هو بيحصل ايه? بيحصل تمام? في حالة لما بتدي السمباسو ميميتك في العين او بيحصل تمام? حاجة اسمها يعني بس ما علينا يعني ما ما تركسوش في قوي تمام? ده كده بالنسبة لي بتاعت نيجب بقى للباسف هو مالوش اي علاقة بمالوش اي علاقة هو بيركز على هو بيضرب عشان يخلي انت عندك اللي هو نورمال الكونستريكتور بيبيلي مصر بتنزل مين الاكتر? الديليتر هو اللي هيشتغل ومع انه نورمال لكن لكن طاورت ضربته بواسط حصل بالتالي اديك الابر هاند للديليتر تمام? اللي بس في بيبقى اسوشياتي بايه? طالما انت ضربت اللي بانت ضربت مهمين جدا. وهم ايه? ويه? بسبب ان انت بسبب ان انت عملت فبالتالي مع ما بايتش تعرف تشوف النير كويس. بسبب ان انت عملت بلوكيج اللي بسيطتك سابلوهي. وبردو ده ممكن يزود اللي هو طالما هو. سانية? لا لا لا. ماشي. طالما هو زود عندك اللي هو او عمل فبالتالي وعمل فبالتالي ده هيزود وهيسبب اكيوت جروكوما. انا قلت لك ما بيسببش كده. لكن ده هيسبب كده. هيسبب اكيوت جروكوما. فبالتالي يعني بيقول لك بالذات اللي هما الناس اللي هما اه عنده ايحصل لهم للاكوة. فبالتالي هيقفل ايحصل لهم. ايه هما بس اعكس بقى اللي هو موضوع الموضوع اللي هو اعكسه. او بص قصدي يعني اتكلم عنه بس بطريقة تانية. حاجة اسمها ايه? بارا سمباسوليتك. بص. ليتك معناها مكسر. انما محفز. يبقى بارا سمباسوليتك بوز البارا سمباسوليتك. زي ايه? زي الاتروبين. اللي هما تروبي واتروبي كامين. سكيما مشهورة الجدا gitروبين زغلوه لناس فحبس الجزء ابو سرية. جزء اللي هو يعني بيسبب من بدبن سايد الفكس بتاعته. تمام. دول بيسببه مائدريزيس سيكلوبيجيا اللي هو بتاعة السيلييري ماصلز. لكن بقى عندك اللي هو the bungee dopamine ده بيعمل ايهم بيعمل مائدريزيس بس بس ما بعملش سايكلوبيجيا تمام? هو the bungee ده يعني عارف اللي هو غشين بس مش قوي يعني هو بيسبب مائدريزيس بس ما بيسببش تمام? ده كده من نسبة لي تاني حاجة الجانجليون بلوكر الجانجليون بلوكر اللي هو ايه? بيعمل اللي موجودة في اللي هي كانت مسؤولة عن واللايت لما تديه في صورة لما قفل الريفليكسين دول هو عمل وبوز الريفليكسات دي. تمام? كده خلصنا الدراكز اللي بتأفكت عندك اللي هو بتاعت بيوبل نخلش بقى على الدراكز اللي بتأفكت الريفليكس. وهو ما اول حاجة عندك اللي هو ده بيأثر ازاي? بيأثر الريفليكسات ازاي? بيحفز ان هو طالما هو عمل ايه? عمل ايه? عمل وعمل طالما عمل فبالتالي هيعمل ايه? هيأثر وهيخليها تمام? بسبب بتاع السلياري مصدز طبعا. تمام. وبيلك برضو ان تأثيره على اللايت ريفليكس بيكون موجود. بس ضعيف. بسبب ايه? بسبب بفرض ان انت انت عملت مايوزس وعملت كل ده. ممكن يحصل من كتر من كتر الحاجات دي كلها حصل من كتر يعني عارف تشد العضل. هي زي اي عضل ممكن تشد عليه. تمام? عندك تاني حاجة وهو السايكلو بليجيكس. السايكلو بليجيكس بقى زي ايه? زي اللي هو اللي انا قلت لك ان انت بيحصل للسلياري مصدز. هي عن نقيد بتاع الباراسمباسي. تمام? يعني بتعمل ايه? بتعمل للسلياري مصدز. وبتعمل امبيرمنت للاكمديشن ريفليكس. تمام? فبالتالي او ما بيعرفش يا ما بيعرفش يشوف زي ايه? زي ايه? زي انا قلت لك اللي هما الاتروبين والهوماتروبين والسايكلو بنتوليت. قلت لك بقى ان ايوكاتروبين لو تفتكر الايوكاتروبين بيعمل بس مش سايكلو بليجيك. فبالتالي استسني الايوكاتروبين. وخلي بالك ممكن لعبه على النقطة دي بالزبط. تمام? بيقول لك برضو ان بالاضافة للسايكلو بليجيكس الباراسمباسي وليتكس بيسببه بيسببه مشكلة للايت ريفليكس. هيسببه ده كده منسبة ليه? عندنا اللوكال اناسيتيكس. لما المخدرين الموضوعين. تمام. اللوكال اناسيتيكس بيعمل ايه? بيعمل بتاع الترائجة من النيرف. فبالتالي الترائجة من النيرف ده كان بتاع ده كان الباقي معنا احنا عملين نبوز الريفليكسات. او يعني عملين نشوف الريفليكسات بتبوز ولا بتشتغل ولا لا وبتحفز ولا لا. فده الريفليكس الباقي معنا. فانت بوز بتاعت فبالتالي ايه اللي هيحصل? هيحصل ان هيبوز. وانت واحد اللمس الكورنيا عندك? لا انت هتفضل العينك مفتوحة زي ما كان. ما مش هحصل اي حاجة. تمام. والامثال على اللوكال اناسيتيكس اللي هما الكوكاين والتيتراكاين زيها بالزبط. الكوكاين زي ما احنا ما اتكلمنا عنه والتيتراكاين برضو زي الكوكاين. تمام. نيجي بالدرجز اللي بتأثر على الميوزيس. اللي بيقلل لهم ايه? اللي بيقلل لهم الميوزيس. زي ما احنا ما نفتكر. وهنزود عليهم شوات حاجات كمان. اللي احنا عادنا نهري فيهم كتير. اول حاجة. زي البيلوكربين اللي بيسببه مايوزز. تمام. وبيعملو كنتراكشن للسليل طبعا 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 وبيفتعو كدهل في شتم. فبالتالي يقللو تمام. تاني حاجة قال له خط علينا. انت مش قلت لي ببارة سنباسهم يميتك عملته لي ببارة سنباسهم يميتك. لا استنى استنى خط على الادرينالين لعينين الجلوكومة. بص خلي بالك من النقطة دي. الادرينالين في عينين الجلوكومة بيعملوا ايه? بيقللوا عبر ان هما بيقللوا استنى. في سطر كده انا قلت لك ان هو هيفيدني بعدين. ان ممكن ما تتقصرش بس بتقل لو ناقص فيه. فالادرينالين بيعمل اللي هو اللي هو الموجودة في فبالتالي يقلل او وبالتالي يقلل تمام? ده كده بالنسبة ليه الادرينالين. تالت حاجة وهو البيتا بلوكر. بيشتغل زي وزي الادرينالين في حالات يقلل هو هو ايه? تمام? رابع حاجة ادرينيرجيك نيورونا بلوكر. حاجة قفلت الادرينيرجيك زي الجوانيسيدين زي ما انا قلت لك. بيزاود ده الاكوة عن طرين هو يعمل مايوزيس ويعمل بيخش على الديليترو بيويلي بيريح. بيريح خالص. تمام? خامس حاجة وهو ديوريتيكس. دول بيعملوا ايه? بص. حاجة ديوريتيكس معناها مدر للبول. فحاجة مدرية. حاجة بتخرج في بيتخرج في فبالتالي هيخرج من فبالتالي بحاجة اسمها لما يخرج في لوت من هيقلل وهيقلل الضغط اللي موجود على قد. تمام? سادس حاجة وهي زي الاسيتا زولامايد. الاسيتا زولامايد بيقللوا ايه? بيقلل بتاع الاكوسيومر. يبقى عندنا تلاتة بيقللوا بتاع الاكوسيومر وهما الادرينالين في عينين الجلوكومة والبيتا بلوكرز والكاربونيك تمام? ده كده بالنسبة لي الحاجات اللي بتقلل طب ايه اللي بيزود بقى ايه? احكز برضو معايا شوية. بص اول حاجة زي ايه? بيقللوا بيقللوا الاكوس درينج بيسبب ان هو وبيسببوا برضو معايا اللي هو معادة وبقى اكدلك على النقطة دي تاني. فبالتالي يقفلوا الكلال. تاني حاجة هما بيزودوا وايزودوا 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 بقى لما يزيد بقى لما يزيد بقى هيزود وايزود الضغط بتاع العين. زي مين? زي الدوبامين والنيتريد. هما بيشتغلوا على النقيد بتاع الادرينالين في عينين الجلوكومة. تالي حاجة هو بقى اسمه بيعمل ايه? بيعمل زي اللي هو على سبيل المسال. لما بيحصل لها فبالتالي بيحصل على الجلوب او اللي هو العين من جوه فبالتالي بيزيد رابع حاجة يعني وانتو هتاخدوا هتتحلبوا الموضوع ده كتير بس من ضمن حاجاتها اللي بيعملها بيحبس المية وبيحصل بيحبس الاملح جوه. فبالتالي هيزود ضغط العين اللي موجود على الآه تمام? في العين في الناس اللي هو بالتحديد في الاشخص اللي عندهم مشكلة اصلا في الدفكت بتاع اللي هو في الاكواز درينيج. لو واحد عنده دفكت ده هيخش هيزود الطينا بلا. تمام. واخر حاجة في النورمال بيرسون هو ايه? سيمباسو مايماتيك. سيمباسو مايماتيك فبالتالي هيعمل ايه? هيزود وبالتالي هيعمل للبيتا تو رسيبتر. لكن الادرينالين في عيانين الجلوكومة هو بيقلل فبالتالي بيعالج من الجلوكومة وبيقلل تمام? نيجي بقى الاخر حاجة وهي علاج الجلوكومة. نعالج ازاي الجلوكومة? بالنرو انجل جلوكومة والويت انجل جلوكومة. النارو انجل الجلوكومة اللي هو الحاجة الاكيوت. الحاجة الاكيوت هو عبارة عن ايه? زي ايه? والفايزوستجمين. احنا عايزين حاجة سريعة. حاجة بص سريعة كده. اللي بص اول ما حطها اشتغلها طول. تمام. بيحفزوا بتاع الاقوى سيومر. بيقول لك برضو ان والحاجات دي مش يعني ما ما يفعلش ما تدعش احسن يعني هتسبب لك مشاكل. تمام. نيجي بقى تاني حاجة وهي من ضمن الحاجات اللي هي اللي بتقلل الجلوكومة وبتقلل زي 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 ده ده زي 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 ده زي ده زي بس من غير يعني هو بص عارف اللي هو احسن بكتير احسن احسن من الديوريتك دول يعني عارف اللي هو يعني ليه برضو مشاكل في في العموما هتاخدوها في فبالتالي لسه هتاخدوها بعدين بس هو يعني الافضل ان هو من غير يبقى عنده كمان بانه هبت برضو بتاع تمام ده لحاجة زي ايه بيبقى مفيدة كده في حالات اللي هو المانيتول بالايفي انفيوجن ويجليسرول اورا. تمام. ده كده اناس بليه النارو انجل جلوكومة. اخر حاجة وهي الوايد انجل جلوكومة وهي الكوروني. الحاجة اللي مكملها معك لفترة طويلة شوية. تمام. اول حاجة وهي مايوتيك ايدروب. زي هي. زي ما هو ما الشورت اكتنج اللي هو ما بالبيلوكربين والفايزوستيجمين. وخلي بقى لك من فايزوستيجمين هي مش من نيوستيجمين هي فايزوستيجمين. تمام. وانن خش بقى على حاجة مكملها معاك. عارف اللي هو بلها طويل جدا. هو هي يبقى انت بستخدم في هو وايد واسع. واسع. تمام. نزود برضو اللي هو الكاربونيك انه هيدريز انهيبترز زي والاسم التجاري بتاعه اسمه ده مكسيان ما تركزوش اول. تمام. تالت حاجة وهو الحاجات اللي هي محافزة للسنباسيتك. تمام. دي زي الادرينالين في عيانين الجلوكومة. والضاي بي فالايل. دي بي فالايل الادرينالين. دي بيقول لك ان هو متحور من الادرينالين. انا شبيه للادرينالين ولايبوفيليك يعني محب تمام. رابع حاجة وهو اللي هو من ضمن تمام. واخر حاجة زي اللي هو بيشتغل ربع ونص تمام. يعني عارف اللي هو برضو زي ما انا قلت لك ان هو من ضمن الحاجات اللي بتقلل ودي رسمة كده بتوضح لك اللي هو يعني مش مهمة قوي وخلاص يعني. قوي بس كده الحمد لله تطورها لخلص يعني هو كان كان شق علي مسلا في الفكرة التحضير وكده لان انا قصلا الحاجات دي يعني خدتها في تانية او كده. اه وبازن الله يعني تكونوا فهمتوا. اه لو في اي مشكلة او اي حاجة اه بعتولي برضو ممكن يعني افاهمة. اه بازن الله يعني تكون ما تكونش ضيفة ايه عليكم وتكونوا فهمتوا المحاضرة. وانه والله ما تسعطيك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت. فارض ده لان دعجتي اليه انك على كل شام قدير وحسب الله ونام الوكيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة